مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز النهاردة هيكون معينا زي ما عودناكم كل أخبار الشغلة تنتبهكم على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتدي بأول فقراتنا ترانز of the week المغرب تكتب التاريخ مارات سلين ديون ليسا تتجاهل الرد ويلا نعرف كل التفاصيل المنتخب المغربي قدر أنه يتصدر التراند عالميا وده بعد ما فجأوا العالم كله ووصلوا لقبل نهائي كاس العالم وده بعد ما قدروا يخرجوا فرق كبيرة جدا وكانت مرشحة للفوز بالبطولة زي طبعا أسبانيا والحقيقة أنه عدد كبير من لعاب المغرب قدروا أنه هم يكونوا متصدرين التراند بسبب الأداء المبهر اللي بيقدموه طبعا وكان في مقدمتهم الحارس ياسين بونو واللي قدر أنه يفوز بلقب رجل المباراة وده طبعا كان أصاد البرتغال مش اللاعبين بس اللي تصدروا التراند ولكن أمهاتهم كمان يعني شفنا حالة من التفاعل الكبيرة على السوشيل ميديا مع لقطة رأس اللاعب بوفال مع والدته وكمان حضن أشرف حكيمي لأمه واللي بقينا متعودين عليه في كل ماتش وزي ما كان فيه لقطات إنسانية كتير كان فيه لقطة طريفة برضو ومنها لقطة آخر هجمة لمنتخب البرتغال واللي ضياعها اللاعب البرتغالي وبعدها راح مدافع المغرب بشكل طريف وباس دماغه النهاردة إن شاء الله المغرب حتلاعي بفرنسا كمان ساعتين وتحديدا الساعة 9 بتوقيت مصر نتمنى طبعا الفوز للمنتخب المغربي وإن شاء الله يوصلوا للنهاية النجمة العالمية سلين ديون كانت حديث العالم كله الإسبوع الفات وده بعد ما نشرت فيديو لها على الإنستجرام كشفت فيه عن إصابتها بمرض نادر في الأعصاب حيتسبب فيه ابتعدها عن الغنى لفترة طويلة سلين ديون قالت في الفيديو اللي تفعل معايا ملايين المشاهدين كان من الصعب حقا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به شخصت بإصابتي بإضطراب عصبي نادر جدا أخيرا يعرف بمتلازمة الشخص المتيبس اللي بيسيب واحد من كل مليون شخص بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة الندرة نعرف حاليا أنها سبب وراء التشنجات التي أعاني منها والتي تتسبب فيه صعوبات أحيانا في المش كما تعيق القدرة على استخدام الأحبال الصوتية بالطريقة المعتادة كلام سلين ديون خلى الجمهور يعبر عن حزنه الشديد في تعليقات كتير كتبها لها وكان كل القامنس عبارة عن رسائل في حب سلين ديون هذه الحالة النودية التي تشعر بالكتربة على حزنها 近ven جدا لدينا نحن جدا لدينا نحن جدا لدينا نوروغيق درحل كالدرحل السيدرون السيدرون التي تشعر بشكل كثير من مجددا عندما نستطيع أن نتعلم عن هذه الوحيدة نحن نعلم أن هذا هو ما يجعل كل هذه الوحيدات التي قمت بها إليسا تصدرت الترنت بكوة خلال الأيام اللي فاتت وده بسبب الخلاف الكبير اللي حصل بينها وبين الشاعر أحمد ماضي واللي نصح إليسا بالاعتزال وده تزمونا مع خلافهم اللي بيحصل دلوقتي بسبب أغنية أنا وبس القصة بدأت لما ظهر الشاعر أحمد ماضي في واحد من البرامج التلفزيونية وجاوب على سؤال الموزيع واللي كان مين الفنان اللي تنصحه بالاعتزال فرد أحمد ماضي وقال إليسا عدت 56 سنة ومبقيتش صغيرة أنا كنت صغيرة لما هي بدأت تغني ودلوقتي شعري بقى أبيض مين الفنان اللي بتنصحه يعتزل الغنى؟ يعتزل إليسا ليه بعد صغيرة؟ خلاص شو صغيرة قطعت 56 شو صغيرة؟ شو ليه؟ شو ليه أنا كنت صغيرة لما كانت هي الستدي الفن كنت طفل بعدني أنا شعري كله أبيض صار هلأ حاطت شوية سبريم هابين بقيني اللي خلى الجمهور على السوشال ميديا يستغرب من التصريحات دي هو إن الشاعر أحمد ماضي عمل أكتر من أغنية نجحة جدا مع إليسا والتعاون ما بينهم بقاله سنين وكان آخر أعمالهم سوى أغنية أنا وبس واللي حققت نجاح كبير جدا بمجرد صدورها وبالرغم من التصريحات اللي وصفها البعض بالمستفزة إلا إن إليسا تجهلت الموضوع نهائيا وخرجت بفيديو على صفحتها على الإنستجرام بتهاني فيه الشعب المغربي بالنجاح الكبير اللي بيحققوا المغرب في كاس العالم وطبعا تجهلت تماما كل أسئلة الجمهور اللي بيطلبوها فيها بالرد على أحمد ماضي وبكده تكون خلصة فقرة Trends of the Week هل بقى طبيعي خلاص إن شبابنا يمشوا ورق أي حاجة بتحصل على التيك توك من غير ما يفكروا لمجرد إن هم يعملوا مشاهدات ويبقوا Trends يعني بعد ما اخلصنا من تحدي كتم الأنفاس وتحدي تشارلي وتحدي جرح الشرايين طلع الأسبوع اللي فات تحدي جديد وانتشر بسرعة جدا على التيك توك وفي التحدي ده بيقوم مجموعة من التلاميذ بحمل زميلهم وكصفوا لفوق الأعلى وبعدين بيسيبوه يقع على الأرض عشان يشوفوا ماذا تحملوا وطبعا مش قادر أقول لكم حجم الكوارث اللي حصل بسبب التحدي ده شفت إصابات بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وكسر في العمود الفقري وكوارث تانية كتير ولكن طبعا كانت أشهر حالة هي حالة الشاب أحمد خالد واللي عمره 15 سنة بس وبيدرس فيه سنة تانية إعدادي واللي صاب بالشلال التام بسبب التحدي ده بعد ما كان بطل الجودو على مستوى الجمهورية بصراحة كده ومن غير تزويق كلام أنا ابتلت أحس أن موضوع التحديات ده الهدف منه هو ضرر الشباب دولة اللي بيقلدوا من غير ما يفكروا يعني الموضوع بجد بقى مش طبيعي أنه كل كام يوم يطلع تحدي بيعرض حياة الأطفال دول أو الشباب دول للخطر وبينتشر بكل سهولة في العالم كله ولأن الموضوع بقى خطر جدا وزي ما قلت لكم من شوية بقى جمان منتشر بالزيادة عن اللزوم هيكون معنا دلوقتي مداخلة من هايدي المصري خاصية التربية أهلا بك هايدي أهلا رهام عملا إيه؟ الحمد لله هايدي عايزة أبتدي معاكي وأعرف منك إيه رأيك في موضوع التحديات ده جسي التحديات ده بقت جزء من العالم بتاعنا النهار ده بصراحة يعني ما بقناش نقدر ننفصل عن اللي بيحصل في العالم حوالينا وأكتر ناس الحقيقة بتتأثر به طبعا هم الشباب والمراهقين الصغيرين وده آخر إحصائيات بتقول كمان إنه التأثير على الاكتئاب والأزمات النفسية اللي بيعدي بها الشباب من الترينز والسوشيال ميديا طبعا تأثير قوي جدا 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 إزاي نفهم أولادنا يا هايدي خطورة التحديات دي بس أنا شايفة إن اللي بيعملوه شباب عمرهم 15 و 16 سنة يمكن أكبر كمان يعني المفروض فاهمين ده كويس فاهمين لكن الحب الفضول وحب التجربة وخلي بالك في الحتة بتاعي 13 ل 15 و 16 الفكرة في إنه أكون صاحب اللي بقود الشلة يبقى بيونير بيعمل حاجة الناس ما بتعملهاش التريند اللي بقنا بنسميه والدافع إنه يكون الروش والكول في وسط الشلة بيخليه يعمل حاجات مش محسوبة حتى وإن كان هو عارف خطورتها لو سؤالك في الجزء ده كمان يا رهام إزاي إحنا كأهل أو كبيت نقدر نتابع دمع أو أطفالنا أو إزاي نقدر نعمل كنترول بشكل ما على المراهقين أو الشباب اللي عندنا في البيت لو الجزء ده أنا عايزة أتكلم فيه مش عايزة أتكلم فيه على السوشيال ميديا مش عايزة أتكلم فيه من برا البيت عايزة أتكلم من جوه البيت إني بصاحب ابني إني بعمل معاه تواصل إني كثير بنقعد كعيلة وكأفراد نتكلم عن المبادئ والقيم والصح والغلط وأصول الدين وأعرف ابني مش بالمواعز علشان إحنا ساعت بنفهم الموضوع ده غلط يا رهام للأسف والولاد ساعتها بيفصلوا عننا وما بيحققش الغرض المطلوب من المناقش المناقش هنا ليه علاقة بالأخذ والعطل ليه علاقة بإني بسأل أسئلة وأسمع ابني فاهم إيه وإيه اللي وصله إيه اللي هو مستوعبه من السوشيال ميديا أو من الترانز أو من أصحابه أو من الأفكار ساعتها بيبقى عندي المساحة أنا كأهل أو كمربي إني أصلح المفاهيم الغلط لكن لو هدي بقى مواعز وأقوله غلط وحرام وأحبسه وأقطع النت وأعمل لشوية الحاجات اللي متعارف عليها أحيانا اللي بتيها سمات من سمات العنف إحنا هناخد في المقابل ولا حاجة هناخد عند بس وهناخد صعوبة في التواصل وهيفضل الطفل أو المراهق برضه بيجري وراء الترند لأنه من جوه مش شبعان مش مش مرتاح مش فاهم أصلا أنه السلوك ده لازم يطلع من جوه مش بس السلوك من برا يقبل أو يرفض بصي هايدي أنا عايزة أسألك على حاجة أنا عملتها شخصيا مع ابني لما شفت الفيديو وشفت الولد وهم بيطيروه في الهواء وبعدين وقع على الأرض أنا وريت الفيديو زي ما هو بالضبط لابني وبعدها حكيت له إيه اللي حصل له تفتكلي ده تصرف صح أو غلط خليني أبعد برا سؤال صح وغلط بس خليني أرجع للي أنت عملت يا ريهان جزء منه أنك تعرفة أنه ابنك هيستوعب الفيديو ده في أطفال ممكن تخاف ممكن يجي لها كوابيس فأقصد أنه بيفرق هنا حسب عمر الطفل أو المراهق وحسب استيعابه والتواصل ما بيننا يعني فيه أهل تاني ممكن يعملوا اللي حضرتك عملتي لكن بطريق التخويف شوف شوف أهو حصل له إيه أنت هتفضل تعمل كده لغاية ما تتشله وتبقى في التخويف لا 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 مش هو درجو فده نوع من التصرف مقدرش أشارعه مقدرش أقول إنه هو ده المطلوب لكن أنا عايزة أرجع للي أنت عملتي لأنه ده اللي إحنا بنتكلم عنه التواصل التواصل ده بيرجع لأنه إحنا دايما بنتكلم بنتكلم في الحلو وفي الوحش طبعا وما فيش حاجة اسمها أنا مش عارفة أوصل لابني أو بوصل له بس علشان أهدده وخوفه لكن أنت شرحتي قدرتي أنه ابنك هيستوعب بالفكرة وقدمتها بطريقة فيها حب فيها اهتمام بيه وده اللي إحنا محتاجين نعمله مع أولادنا طيب أنت شايفة إن المفروض سن كام الطفل يكون عنده سوشال ميديا يعني إحنا بنشوف ناس قاعدة بتفرج على تيك توك عندهم خمس سنين وست سنين عايزة أعرف إيه هو السن اللي ممكن للطفل يكون عنده تيك توك مسلا ده سؤال صعب قوي يا رهام بس والله كلنا محتاجينه صعب جاوب عنه بصراحة لأنه وإحنا كبار أصلا إحنا مش قادرين على تيك توك فتخيالي صغيرين فعني أنا عايزة أعرف الأمة تسمح لابنها أو بنتها أنهم يكون عندهم تيك توك تقريبا من سن كام؟ ما أعتقدش قبل 12-13 سنة أوكي يعني أعتقد مش قبل السن ده أنه يكون موجود لكن مش ده اللي بيحصل فعلا يعني إن كنت بتكلم عن أنه أضرار الشاشات للأطفال أقل من ثلاث سنين أرجوك ما تقعديش ابنك قصادر السكرين ما تديهوش التليفون ولا اليوتيوب إحنا بنتطار نعمل كده وبعدين بنعاني ففيه من ثلاث واربع وخمس سنين بيمسكوا لتيك توك زي ما أنت بتقولي والحقيقة دي أزمة كبيرة وإحنا بنعالج مشكلة بمشكلة يعني لو أنا مش فاضي النهاردة وبدي ابني التليفون على فكرة دي مشكلتي أنا مش مشكلته هو فالنهاردة أنا بعرض ابني لأنواع من المخاطر أكتر بكتير قوي من أني أدي جزء من تفكيري أو أني أدور على حاجات تشغله تكون إيجابية وتأثيرها عليه مش تأثير سلبي أنا بصراحة يعني نفسي التيك توك ده يتقفل ده رأيي أنا شخصيا يعني أنت مش متخيلة كم من الحاجات اللي بنرجع بيها أولا هو مفووش كنترول يعني أنت تقدري أن أنت في أي عمر يتفرج على حاجات أكبر من سنه بكتير جدا مظبوط؟ بصي أنا مش مع الفكرة دي بصراحة أرهم لا لا طبعا قولي رايك بليز ليه بقى؟ لأن أنا لو قفلت التيك توك هيطلع برامج تانية ديزني اللي إحنا كنا معتبرينها توم وجاري والكارتون عملت لنا مصيبة لسه الشهر اللي فاتوا كم شهر اللي فاتوا ولسه بنعاني من أثرها أنا عايزة أرجع للتأثير البيت الجزء اللي اتكلمت فيه أنا وانتي من الأول بس أنا عندي سؤال ديك مهم جدا في الحتة دي يعني أنت دلوقتي بتكلميني أن يبقى فيه تواصل بين الأم أو الأب مع الأولاد جوه البيت وأن هما يفهمون بشكل إيجابي وأن هما يبقوا مركزين ويبقوا 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 تمام، أنت متخيلة هو إيه اللي بيحصل برا البيت؟ يعني فكرة إن اللي قدامه ده مثلا واحد صاحبه بيقوله إيه ده انت خايف ولا إيه؟ لا إنت على كده مش معندكش عضلات زيين؟ الكلام اللي بتقال وسط الأطفال إنه هو يحسسه إنه هو لازم يعمل الموضوع ده علشان خطر يبقى معاهم وصاحبهم وفشلتهم مثلا ده مصيبة تانية مهما أنت قلت في البيت بتحاولي على قد ما تقدري لكن الحياة برا البيت مع الصحاب بتكون مختلفة جدا وده ما نقدرش نهرب منه يا رجل طبعا أنا عشان كده بتابع ابني مين الشلة بتاعته؟ هو قريب من مين؟ هو مين أصحابه؟ الفكرة مش رقابة تخنقه مش ده اللي بنتكلم عنه خلي بالك أنت لو ابنك مراهب 13 سنة وأمتي سحبتي تليفونه عشان تشوفي إيه اللي بيحصل في التليفون هيرفض وهيعند وهيقف يكسر العلاقة بيني وبينك الفكرة في التواصل هنا إنه بيكون الضمير الداخلي للإنسان لما بنعمل التواصل شبه إن إحنا دايما بنقول دايما بنتكلم دايما بنناقش الأفكار دايما بنحاول نلاقي حلول ساعتها ابني ما يكونش مزنوق إنه الحل مع الشلة دي ومع أصحابه إنه يقبل أو يرفض ساعتها أنا بساعده إنه يلاقي حلول تانية زي إنه يهرب من الموقف زي إن أنا بلاحظ تأثير الشلة دي عليه من بابري فابدأ أساعده إنه يلاقي مجموعة تانية أو نبدأ نفكر إيه تأثير الولاد دول عليه بحسب سن الطفل طبعا بحسب عمره أكيد أجين أنا مقدرش أمنع المراهق من المجتمع زي ما أنا مقدرش أمنعه بالضبط لكن اللي إحنا دايما بنعمله إن إحنا بنكون ضمير الإنسان الداخلي من ناحية الدين والمعتقدات والأخلاق واللي يقبله واللي يرفضه وساعتها هو ده النجاح في التربية التربية مش الصح والغلط لكن اللي أنا بحاول أعمله إن أنا أجهز إنسان صالح يقدر يختار يقدر ياخد قرارات ويتحمل نتجتها هايزي المصري أخصائية التربية مشكورة جدا على وجودك معنا وبكده تكون خلصة فاكرة سكوب خلونا دلوقتي نروح نشوف فاكرة السوشال لاب ونرجع تاني على طول ودلوقتي جمعتنا مع السوشال لاب اللي بنحلل فيه أكاونتس النجوم وتفاعلهم على كل أبليكيشنز السوشال ميديا على تويتر اللي أعتقد إنه أحب الأبليكيشنز بيه بيعرف يستعرض أراءه ويعلق على أي حدث بطريقة صاخرة وكوميديا والأحلى إنه بيستعين بصوره فيديوز من أدواره الكوميديا وبيكتب تعليقاته عليها وده اللي بيخلي أي حاجة بينشرها بتتصدر السوشال ميديا وبيتفاعل معها الجمهور تعالوا نروح نشوف بالأرقام السوشال ميديا أخبارها إيه مع هنيدي الأول ونروح لتويتر هنيدي بيتابع 13.500.000 متابع وهو بيتابع 727 أكاونت ونشر لحد الوقت 1979 تويت من تويتر للإنستجرام بيتابع هنيدي على الإنستجرام 7.800.000 متابع وهو بيتابع 160 أكاونت منهم آسر ياسين أشرف عبد الباقي تامر حسني وغيرهم من الوسط الفني ده غير اليوتيوبرز والبلوغرز هنيدي لحد دلوقت نشر 378 صورة وفيديو أكاونت هنيدي على الإنستجرام عبارة عن بوسترز لأعماله وسوى اللي مع أصدقائه من نجوم الوسط الفني ولقينا أنه نشر أكتر من 50 صورة كاميكس على أحداث مختلفة بس اللي لفت نظرنا أنه بيحب الكرة جدا خصوصا لو الموضوع متعلق بالزمالك أو محمد صلاح والمعروف عن هنيدي هزاره مع أصدقائه في الوسط الفني سواء ببوست أو فيديو من الكلمات الأول ما بنشوفها إحنا السبتات على السوشيال ميديا أو في أي مكان بتلفت نظرنا على طول هي كلمة سكين كار وطبعا لأننا بنحب جدا نهتم بصحة بشرتنا لكن المشكلة أن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ما بقيتش متوفرة زي الأول وحتى لو متوفرة ممكن تبقى أسعارها غالية جدا دفتنا النهاردة حاولت أنها تحلل المشكلة دي وأنها تستبدل مكونات اللي بنلاقيها في الكلمات المستوردة بالحاجات الطبعية وطبعا أحيانا كمان بتستخدم الحاجات المنبرة لكن أكيد هيكون أفضل كتير جدا لو عرفنا وأخدنا منها تيبس عن الحاجات اللي هي بتستخدمنا خلينا نشوف الفيديوز بتاعتها بتحقق إزاي نجاح كبير قوي على السوشيال ميديا لكن الأول من ورانا في السوديو خبيرة التجميل سارة صعبة إزايك يا سارة؟ هاي إزايك؟ عملا إيه؟ الحمد لله تمام إزاي ابتدات يا سارة؟ أول سؤال لازم أسأله لك أنت إيه اللي خلى الموضوع عساسا يدخل في المال بوسي أنا ابتدت يعني بالصدفة يعني كايندوف بالصدفة كنت يعني بعد ما خلفت وكت قاعدة في البيت في الفترة دي ما كنتش بشتغل ابتدت أجرب حاجات على نفسي موجودة عندي في البيت فزي ما بيقولوا DIY أو do it yourself أعمليها بنفسي أعمليها بنفسي بالضبط فابتدت أعمل حاجات مسكات في البيت أستعمل زيود طبيعية أقرأ كتير على النات وأحاول أفهم إيه اللي بينفع البشرة الدهنية إيه اللي بينفع البشرة الجافة إيه اللي ممكن أستعمله حاجات طبيعية عشان الحبوب بدل ما مثلا أستعمل كرام موجود في الصيدليات يكون فيه كاميكلز مثلا بس مرة في مرة ابتدت أستعمل الإنستجرام بتاعي كأنه personal blog وابتدت يعني أبتدي حط الأفكار أو الحاجات اللي أنا بجربها في البيت لقيت رد فعل كويس قوي من الناس أصحابي ولقيتهم ابتدوا يشجعوني وبتدوا يشجعوني طب ليه صار ما تعمليش الحاجات دي في البيت ونبتدي نجربها منك طب ليه ما نجلكيش وتعمل إنا المسكات مثلا لإنتي بتكتبي عليها بتكتبي عليها صحبتهم بقى وعايزيني استفيله آه وابتدينا كده فعلا الموضوع في البيت وابتدوا يجولي ونجرب مع بعض ودي تقولي أنا لقيت ده كويس ده مش عارفة حسيت إنه فعلا نذكركم فتح لي تحت عناية مش عارفة الموز لما استعملته حسيت إنه هو شد بشرتي العسل مش عارفة عمل فابتدت احنا كلنا تربينا على الزبادي بالعسل بالضبط يعني كلنا في بيت أهلينا وجدتنا ومش عارفة إيه كلهم كانوا بيعملوا الحاجات الوصفات الطبيعية دي وفيه عندك في بلاد كتيرة قوي في شرق أسيا وفي حتة مختلفة يعني عندهم الثقافة دي وكمان عارفة دلوقتي مع الكاميكالز الكتير اللي بقت موجودة حوالينا في كل حاجة فيه ناس كمان لما يعني بيتعرضوا لحالة صحية مثلا بيبقوا خايفين إنه هم يستعملوا أي حاجة ممكن تضرهم فبيحبوا يروحوا للحاجات الطبيعية ده مش معناه إنه إحنا بنستغنى عن الحاجات البروفيشنل الفارماسوتيكل اللي موجودة يعني في برانس الحاجات الموجودة في برانس جوة الصيدلية تتبيع زي ما هي بالضبط أو فيها انجريديينتس أكتف إحنا أو يعني ما نقدرش نستبدلها أو نستغنى عنها بس وبعد كده مرة في مرة ابتديت طب أنا عايزة نمي الموضوع ده طب أنا عايزة أدرس الموضوع ده طب أنا عايزة توتيكت يعني أخدها مرحلة تانية أكبر فسافرت تايلند رحت أكاديمي هي من أشهر الأكاديميات العناية بالبشرة والسبا يعني كل الفاسيليتيز وكل الخدمات بتاعت السبا في بنكوك رحت أعطي ثلاث أسابيع أخدت الكورس ولما رجعت ابتديت ستاب باي ستاب وحظي كان حلو إن أنا كان عندي ناس أصحاب دكاترت جلدية وكانوا بيفتحوا المكان بتاعهم الجديد طلبوا مني إن أنا أبقى معاهم طبعا استفدت منهم جدا لإني تعلمت حاجات أنا عمري ما كنت متخيلة إن أنا ممكن أبقى يعني إكسبوز ديها أو أقدر أشوفها وأتعلمها وأجربها واستمرت من هنا وطبعا لازم طول الوقت الواحد ياخد ويركشوبس وياخد كورسات ويرش عمل بالزبط إن هو يكبر الموضوع ده وينامي فبقيت بستعمل حاجات طبيعية وطبعا بستعمل براندز بروفاشنل في الشغول بتاعي طيب إحنا عايزين نسرق منك بقى كده كام تيب يعني قولنا الأول أول حاجة عملتيها من الحاجات اللي عملتيها وديتيها لصحابك في البيت لأ بوسي هي ماسكات أوكي أوكي يعني أديني بس شوية حاجات نعمل إيه بوسي ماسك مثلا يشد الوش غير العصر بوسي كناتيرل كناتيرل دايما يقول لك الموز الناتيرل بوتوكس وهو فعلا ليه إفت كأنه بوتوكس طبيعي بالزبط يعني بخلطه مع معلقة عصل طبيعي الموزة نفسها ولا إشراها؟ لا الموزة أوكي لا إشراها حاجة تانية إشراها أنت ممكن تعملي زي سكراب لوشك لوشك بيها تاخذي القشرة ومن جوه دهرها اللي هو من جوه من جوها وممكن تعملي بيه سكراب لوشك أوكي ده بيعمل ايه؟ ده بيشد البشرة بيديكي الإفاكت بتاع أنها تبقى مجدودة وطايت أو أه فبصي من أنجح الدي آي واي ماسكات اللي عملتها في البيت هي كانت الموز بالعصل أه الموز بالعصل برضو بيشد أه بتخلطيهم كويس قوي مع بعض بيبقوا عاملين زي البيست وبفرشة اللي هي زي فرش الروججو أو الماسكات بتبتدي تتوزعيها على وشك وطبعا كله يبقى في اتجاه لفوق أوكي أوكي وبتسيبيها ممكن 20 دقيقة 25 دقيقة لغاية لما أنت بتحسي أن وشك تشد ووشك تشد وبعد كده بسفنجة أو بقطنا بتبليها كويس بمية دافية بتقومي بتشيليها بس طيب والحاجات دي ممكن تفضل قادة قد إيه وقتي يعني مثلا أنا هعمله مرة هحس أنه هو مديني الإفاكت أو أنه ما خلي وشي مشدود لفترة قد إيه بصي هتحسي بالإفاكت لمدة ممكن أسبوع مش أكتر من كده بس هو عمره ما هيضر أن أنت ترجعي تعمليه يعني فهم أن أنت هتعمليه نفسك وهتعمليه في بيت في وقتك اللي فاضي ممكن بالليل وانت بتتفرجي على التلفزيون ممكن الصبح وانت بتعملي حاجة في المطبخ يعني فهم قصدي دي سهولة الموضوع أن أنت ممكن تجربي طبعا أنا فيه ناس بتختلف تماما مع الكلام اللي أنا بقولهولك بس ليه بيختلفوا يعني يعني ممكن يبقوا حاسين أنه مالوش أهمية مالوش أهمية أو مالوش فايدة حقيقية بس ليه لا إحنا قبل ما نبتدي تصوير عادة أنا وانت مع بعض بنتكلم عن قد إيه أن أمهاتنا وجداتنا عمرهم في حياتهم ما كانوا بيحطوا حقا في وشهم أو ما كانتش لسه ما كانتش الحاجات دي موجودة ولا المكان ولا البوتوكس ولا الفيلرش وبالعاكس أهم كان يعني سنهم مش سنهم بس بوسي أي حاجة زي دي يا ريهام هتلاقي دايما الناس بتختلف عليها يعني عمرك ما هتلاقي الناس كلها متفق على نفس الحاجة زي إحنا في الكام سنة اللي فاتوا سمعنا عن الطب البديل أو اللي بيسموه الهوميوباثي في ناس بتدرس العلم ده وفعلا بيجيب نتيجة وأنا شخصيا جربتوا مع أولادي وجربتوا مع نفسي ولقيت أن في نتيجة في حالات معينة لا بيمشي 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 كويس قوي هتجي هتلاقي دكتور هيقولك لا ده الكلام ده مش حقيقي والكلام ده فوارد أن يبقى فيه اختلافات في الرأي أو الإثباتات العلمية في الكلام ده بس يعني في الآخر أنا اللي أنا بعمله ما هواش حاجة هتضرك طبعا يعني هي لو ما فدتكيش قوي زي ما ممكن يفيدك الحقن أو يفيدك المكن والكلام ده كله فعمرهم هتضرك عمرهم هتعملك حاجة هتأذيكي يعني فيه حاجات ما تقدريش تحطيها على وشك يعني أنا ضد مثلا اللمون أنه يستعمل على الوش أو الخل بس أوكي على الجسم بسمع إن اللمون أوكي تحط فيه فيه ناس يعني فيه ناس بتقولك ممكن باللمون على الإيدين أو يعني الرجلين أو حاجات كده والدوافر والدوافر طبعا وكده بس على الوش مثلا أنا ضد جميع مش كل حد يستحمله كمان لا وصعب لا ده ممكن فعلا يعمل يعني ري أكشن مش كويس آه عكسي فاهمة بس طيب أنا عايزة بقى أسألك على حاجة دلوقتي الواحد مثلا هيروح عند صغيرة النهاردة هو بيبقى عارف هو عايز يعمل إيه النهاردة في وشه ولا إنتي بتشوفي وشه وبتحددي هو محتاج إيه بوسي بتبقى على حسب بيبقى عندي ناس بتبقى جاية عندها awareness جامد قوي هي مثلا حاسة إنها عندها بقع من الشمس عندها حبوب عندها يعني خطوط تحت العين تحت العين أو حاجات كده فبتبقى عارفة إن ده الconcern الأساسي بتاعها الحاجات اللي إنتي قلتيها دي أساسا مش حاجات بتاعت حقن مش ولا فلر ولا بطل بس بوسي أنا بستعمل ماسكات وبستعمل كريمات وبستعمل حاجات يعني حاجات professional وحاجات برندات كبيرة في أوروبا وأمريكا هي برضو اللي بشتغل بيها الأساسي عندي جزء من الكلائنس بتوعي بيحبوا إن هم ييجوا كل شهر أو مش عارسة إيه بتطلب مني بالإسم أنا عايزة أعمل المسك الفلاني ده اللي إنتي عملته لي الحاجات الطبيعية هي بقى في الأول خلصة ما رحيت لك هي ما كانت شعبتها كانت جربتها أراضي وحبت النتيجة وكان بالنسبة لها كويس قوي وحظت إنه جايب معاها فايدة فبتطلبه هي بس أنا لو بكلمك على skin treatment يعني specific قوي ويعالج حاجة قوي زي التصبغات أو زي الحبوب لأ أنا بستعمل حاجات active ingredients very concentrated very professional وإتمرنت إن أنا أشتغل بيهم وليها system وليها sequence معين في الاستخدام طب يعني أنا دلوقتي عايزة أروح عند سارة وأنا لسه مش عارفة أن أنا هعمل إيف وشي أنا مش عارفة بس عايزة أعمل حاجة تخليني مثلا اللي هو أحس أن أنا وشي مشدود وعايزة أن هو يبقى وشي شكله أحلى ومنور أكتر ولونه مش مبقع مثلا أنت تقدر يتعملي كل الحاجات دي؟ كل حاجات دي وأحس الفاكت بتاعها بعد قد إيه؟ لا في حاجات ممكن تحسي بيها instant وفي حاجات ممكن تبقى زي كورس جلسات يعني مثلا التصبغات كورس من أربعة لثمانية ساشنز والساشن لازم تتعامل كل خمستاشر لعشرين يوم وفي بعض الأحيان بكتبلك على كرام لنفس المنتج اللي أنا بستعمله دي بتبقى الهوم كار تعمليها في البيت؟ لا آه هي بتشتري الكريم ده من الشركة وتروحي تعمليها لنفسك في البيت بعد الساشن وهي لازم تستعمل الكرام ده مثلا يوميا الصبح وبالليل ففي حاجات بتقوى نفس الحكاية مع حب الشباب أو الأدلت أكني الحبوب اللي بتطلع علينا لما بنكبر ما إحنا يعني حب الشباب ممكن يبقى في سنة صغير وفي حاجة سماعة أدلت أكني بتحصل بسبب الهرمونات والسترس والتغييرات اللي بتحصل لنا يعني في الاربعينات وفي التلاتينات وكده أنا سألتك السؤال بتاع اللي هو هيباني على طوله لا لأ لأن أنا عملالك فالو على البيتش بتاعك وأكتر حاجة باخد بالي منها يعني ممكن أكون مش بركز قوي هو إيه اللي بيحصل بالضبط لأن يعني مش بفهم في الحاجات دي أه نفسي إن أنا طبعا أبقى شكلي حلو واخد بالي من نفسي وكام ده كله بس أكتر حاجة بياخد بالي منها قد إيه الناس أول ما بيقوموا ويروحوا يبصوا في المرايا بيحسوا السعادة اللي على وشوهم يسارة أنا يعني بحس إنهم خلاص قربوا يعياتوا من كتر ما هم مبسوطين إزاي هم روحوا دخلوا بشكل معين وطلعوا بشكل تاني خالص وبيكونوا مبسوطين بطريق يا جماعة لو بجد عايزين تروحوا تتفرجوا على ناس قد إيه مبسوطة ادخلوا على الأكاوت بسعصارة من كتر ما هم بجد بيكونوا مغدودين إنه هم مش مصدقين قد إيه هم مبسوطين للتعامل يعني فرحة مش طبعية وبوسي لازم برضو أقولك على حاجة تانية في الكورس اللي أنا أخدته في تايلند هم أعلمونا الفيش المساج أو المساج بتاع الوش ده لي كذا نوع فيه الليفتينج أو اللي هو بيشد البشرة وفيه الدرينج الدرينج اللي هو بيتخلص من السموم بتاعة البشرة اللي إحنا بنتعرض لها طول الوقت وفيه حاجة اسمها رفليكسولوجي ده علم رفليكسولوجي أكيد بتسمعي عنه فيه الفوت أو القدمين رفليكسولوجي بيقولوا إنه هو كمان رفليكسولوجي بيكون بيأثر على الظهر والإيدين أيوة إنه هو بمطوق يعني كل بوينت مثلا في وشك أو في الأدم متوصلة بأجزاء من الأورجنز بتاعة جسمك بالكبد وبالكلو والمعدة 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 كله كله فده حاجة كبيرة جدا حاجة كبيرة جدا على حسب مدته ممكن من عشر دقايق ممكن لغاية نص ساعة المساج يبقى أنا ما بعملش جلسات مساج لوحدها هي بس كلها مع الفيشل فده برضو بيفرق في الخطوط التعبيرية بتاعة وشك فعشان كده لما الناس بتقوم بتبص على المراية فبتحس إن العين تشدت بتحس إن الحتة دي تشدت بتحس إن القورة الخطوط الرفيعة اللي فيها حصل فيها زي اتملت اه تشدت طب وتفتكري يا صورة الموضوع ده يفضل قد ايه يعني أنا مثلا رحت عملت جلسة وعملت الجلسة دي معيك هفضل مبسوطة بوشي كده بوشي هو طبعا الفيشل نفسه بياخد من أربع لستة أسابيع اوكي اوكي لحد ما يروح اه انت محتاجة تعمليه كل أربع لستة أسابيع يعني انت مفروض يتعامل من أربع لستة أسابيع وعلى فكرة مش كل فيشل لازم إن أنا أكون بطلع البثور السودة والكلام ده كله واستعمل الحاجات عشان ده اللي احنا عافينه من زمان اه يعني فيه أنواع بشرة ما تستحملش ده إنه يتعامل باستمرار وفيه ناس مش محتاجاة يعني فيه ناس هتعط قدامك انت مش هتعمل لها حاجة انت ممكن تعمل لها اكسفولياشن او تستعملي حاجة زي الانزيمات اللي بتبقى متركبها في سكراب معين او في ماسك معين دي بتشيل كل الحاجات دي والحاجة التانية انت كنت تسأليني هي قد قد المساج الإفاكت بتاعه مش بيطول مدة طويلة عشان كده أنا دايما وانت أكيد لو بتبصي على البيج دايما بنصح إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعمل مساج لوشنا في البيت طبعا ممكن يبقى صعب بالإيد يعني أنا شوفي مش أنا بشتغل على إيد أنا ممكن أبقى صعب إن أنا اتحكم أعملهم نفسي على طول ففي أدتين وهم أصلا في الأصل صيني يعني هي it's a Chinese method براند ولا إيه؟ لا لا مش براند حاجة اسمها طريقة رولر طريقة الصيني هي بتبقى زي رول معمولة بأنواع حجر مختلفة في ناس عندها البليف بتاع الأحجار الكريمة في ناس بتصدق في حاجات الأحجار الكريمة إن اللي لهم أنيرجي والأنيرجي دي بتأفكت يو إن جود وي على حسب المشكلة اللي عندك فالرولر دي في منها نوع من الحجر اسمه روس كورتز وفي نوع اسمه جيد ده اللي هو بتستخدميه عشان نعمل بيه مساج تعملي بيه مساج وفي حاجة تانية اسمها جواشا جواشا دي عاملة زي على شكل قلب برضو بتتعامل من نفس وممكن من الأونيكس ممكن من اللابيس اللي هو لونه أزرق كحي غامل بس من غير كل الحاجات دي ممكن تعمليهم على وشك بالأيدين عادي بالضبط ممكن كل يوم بعد ما تحطي الكرام بتاعك أو السيرم تستعمليهم هتحسي إنها بتشد وتفرد وشك و بتعمل بلوت سيركوليشن يعني برضو من الحاجات المهمة دايما أنت بيقولك لما بتمشي ده بيجري الدورة الدموية طب أنت الدورة الدموية بتاعت وشك وكل اللي موجود في وشك ده ما هو محتاج برضو أنه هو يتنشط من الوقت الثاني طيب صورة عايزين نعرف منك إيه هي التب اللي ناخدها علشان نعرف الروتين اللي المفروض أعمله لنفسي عمتا في حياتي كل يوم بصي هو وفاري سيمبل وفاري باي بيسيب من غير ما أقولك العشر اتناشر العشر اتناشر خطوة هي لازم كل يوم صبح وبالليل تخسلي قشك لازم طبعا أهم حاجة أن أنت تبقي فهمة نوع بشرتك إيه هل أنت بشرة جفة مختلطة جفة حساسة يعني فعشان تقدري تشتري المنتج على حسب نوع بشرتك وطبعا إيه اللي بيساعدك في كده ممكن الدكتور الجلدية اللي أنت بتروحيله أو لما حد بيجيلي بقدر أقوله أنت أحسن تستعملي ده لكذا وده لكذا فبتخسلي وشك صبح وبالليل وبالليل ده مهم جدا لأن أنت طول اليوم بتتعرضي لتراب وميك أب ومش عارفة كل الكلام ده هتدخلي تنامي بيها يعني هتأذيكي بشكل مش طبيعي أن أنت مفروض أن السلس بتاعت بشرتك دي بتجدد والخلايا بتجدد نفسها بالليل فاهمة؟ فلما ده يتعامل على بشرة نضيفة أحسن من تبقي نايمة فياريت ما يكونش في أي حد بينام بالميك أب بتاعه بالليل دي أكتر حاجة كارثة في ناس كتير جدا بتكسل تشيل الميك أب وده بيعمل مصيبة لازم نمسح الميك أب بالضبط تاني حاجة ودي بالنسبة لي سحر هي ميت الورد بس أهم حاجة أن احنا نتأكد أن ميت الورد طبيعية لأن فيه أنواع ميت ورد بيبقى متضاف عليها كحول ومواد حفظة وبتبقى لونها مش لون يعني ميت الورد مالهاش لون كيف نعرف بقى يا صار؟ وإحنا بنشتريها بنبص على إي مكتوب يعني؟ غير بصي أنت مع الوقت بتبتدي تعرفي من المركات أو البرانز اللي بتبيع حاجات طبيعية وفيه حاجات تانية بتلاقيها بقى لونها بينك لونها روز جامد يعني لأ ده هي لونها ما بيبقاش كده بيبقى فاتحة شوال لأنه هو ده تقطيره طريقة معينة بيحملوه للورد البلدي مفروض ميني علشان يعملوا منه المية دي أنا استخدمتها مرة قبل كده قعدت شهرين كل يوم بعد ما أغسل وشي أستخدم ميت ورد بالضبط أنا مش بغذر ويعني أنا قعدت فترة طويلة جدا طبعا الواحد بينسى بعد كده أنا دلوقتي فتقرت أول مرة واستخدمها بس بجد أنا وشي أحمر زي الوردة يعني الحتة دي حمرك جدا لا هي بوسي هي يعني دي ممكن تكون حاجة حصلت معاكي بالصدفة بس هو هي بتعمل انتعاش للبشرة بتزبط الـ pH level درجة الرطوبة بتاعت البشرة بتعمل انقباد للمسام بتاعت الوش وطبعا دي يعني وصفة طول عمرنا بنستخدمها بنستخدمها أنا كنت بشوف مامتي بتحطها في التلاجة يعني كل يوم تستعمليها إما بتستعمليها بقطنة إما بتستعمليها زي سبري ويسبريت على الوش بالزبط بعد ده بعد ده بتستعملي الكرام المرتب صبح وبالليل برضو يعني لازم يبقى ماشي مع نوع مناسب لنوع بشرتك أيا كانت بقى وبعد كده الصبح من أهم الحاجات الواقي الشمس السانسكرين ده مهم جدا 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 أوكي خصوصا نحن في مصر عايشين في بلد طول السنة الشمس هي قوية جدا يعني مهم جدا نحن ما نخرجش من البيت كل ده سهل فيش أي حاجة زيادة؟ آآ يعني ممكن بقى تديكي حاجات تانية عندك الهيلورونيك أسد ده ممكن يتحط قبل الكرام ده بيحافظ على رطوبة البشرة عندك الفيتامين سي الفيتامين سي برضو بيعالج بالليل؟ بيحافظ على البشرة من بقع الشمس وفيتامين سي بالليل؟ لا فيتامين سي الصبح والخطوط اللي موجودة في البشرة وكده بس ده لازم يستعمل في الشتاء وبالليل يعني ما يستعملش في فصل الصيف اللي هو بنروح فيه البحر وبنتلع نقعد نتشمس والكلام ده كله مش مفروض ان احنا نستعمل فيه حاجات كتيرة قوي يعني ممكن احطها لك في النص السنة الديتك أبسط حالة نحن نخسل وشينة نخسل وشينة ونستعمل التونر الطبيعي اللي هو مية الورد والمرطب وواقي الشمس الصباح بس سارة بشكري جدا 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 على وجولك معنا ناردة في الترانز واستفدنا كتير جدا 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 ان شاء الله انا شخصيا مرايب حاجي لان فعلا الواحد تحتاج ان هو يبسط وشه شوية فاهم تناورين في اي وقت مرسي يا سارة تانكيو سو ماش وبكايا نكون خلصة حلقاتنا نشوفكم الاسبوع جاي ان شاء الله في حلقة جديدة باي باي